السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم كما تشاهدون اليوم جئتكم بوصفة رائعة وصفة هي لتبييض القدمين وجعل القدمين بيضاء كبشرة الأطفال إن شاء الله ستعمل على تقشير سواء سواد أو إصمرار أو آثار الشمس التي تنتج كما نعلم نحن في فصل الصيف ونرتدي أحذية تكون مكشوفة مما يؤدي إلى تعرض القدمين إلى الإصمرار وكذلك التسبغات إن شاء الله وصفة اليوم سوف تزيل لنا كل هذه التسبغات وكذلك البقع الغامقة وكذلك بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت كما ترون وصفة ممتازة وسوف تعمل على تبييض القدمين وإزالة آثار الشمس بسرعة إن شاء الله إذن هنا حبيبتي قبل أن نمر إلى التعرف على المكونات وكذلك طريقة عمل الوصفة والخطوات المهمة أتمنى منكم بداية أن تدعموني وذلك بالاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد ولكم مني دائما جزيل الشكر إذن هنا حبيبتي بالنسبة لأول خطوة سنقوم بها ألا وهي خطوة التقشير ومن الأحسن أن تستعملوا هذا المقشر الرائع جدا والذي سنستعمل فيه مبشور جوز الهند هو الذي سنستخدمه في هذه الوصفة لأنه يعطي تبييد وكذلك ترطيب بالإضافة إلى أنه سوف يعمل على تنقية تلك المسامات المفتوحة بالنسبة لهذا المقشر ممكن أن تستعملوه لبشرة الوجه ولكن إذا أردتم استعماله لبشرة الوجه ضروري من استعمال ماء الورد يعني تقومون بترطيبه بماء الورد أما أنا اليوم فسوف أستعمله لبشرة القدمين كذلك بشرة اليدين فسأستعمل أنا هنا الخل ممكن أن تستعملوا سواء الخل الأبيض أو الخل التفاح يعني استخدموا دائما ما هو متوفر لديكم سأضيف هنا تقريبا ما يعادل ملعقة كبيرة إلى ملعقتين من الخل وسأقوم بترطيب الخل حفوا بترطيب هنا مبشور جوز الهند لأنه سوف يعمل لنا على تقشير القدمين سأضيف كمية أخرى من مبشور جوز الهند وأضيف الخل إذا أردتم كما قلت استعمال الوصفة لليدين وكذلك القدمين استعملوا كمية التي سوف تناسبكم والتي سوف تكفيكم الخل مبيض ممتاز للقدمين وكذلك اليدين كما قلت لكم في حالة أردتم استعمال هذا المقشر لبشرة الوجه استعملوا ماء الورد لا تستعملوا هنا الخل لكنني أنا سأضيف هذا المقشر لبشرة القدمين بعدما وضعت هنا الخل سأضيف مكون آخر ممتاز مبيض جدا ممكن إذا توفر لديكم مكون دم الغزال أو العكر الفاسي ممكن أن تستخدمه إذا كان غير متوفر هذا المكون لأنه كذلك يبيض ويعطي لون وردي للقدمين إذا كان غير متوفر فأضيف هنا خميرة الحلويات أنا سأضيف هنا كمية من خميرة الحلويات لأنها كذلك سوف تعمل هنا على تبيض القدمين ممكن أيضا حتى أن تضيفوا عصير الليمون الحامد لهذه الوصفة أنا سأضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة تكفي من خميرة الحلويات هكذا وسنقوم كما تلاحظون الوصفة تتفاعل أقوم بالخلط جيدا بالنسبة لهذا المقشر إذا استعملتم فيه عصير الليمون الحامد لا تضعوه في النهار ضعوه في الليل بالنسبة لأنواع المقشر ضروري استخدام أي زيت أنا هنا سأستخدم زيت اللوز الحلو ممكن أن تستخدموا حتى زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يعني لكم دائما الإختيار إذن أنا هنا سأستخدم زيت جوز الهند لأنها رائعة جدا سأضيف تقريبا مقدار هكذا ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند رائع مبيض ممتاز كذلك ويعطي ترطيب ونعومة نخلط جيدا إلى غاية ما تتجانس المكونات بعدها سنقوم بغسل القدمين جيدا بما إن يكون فاتر ثم سنمر لعمل التقشير كأول خطوة سنأخذ هنا من هذا المقشر الذي قمنا باستعماله أو بتحضيره وهو مقشر جوز الهند وسنبدأ الآن في تقشير القدمين نستمر في تقشير القدمين هكذا بحركات تكون دائرية ناعمة نقشر جيدا فحتى هنا زيت جوز الهند سيعمل على تفتيح القدمين نستمر بهذه الطريقة تقريبا مدة تتراوح إلى الخمس من خمس دقائق إلى عشر دقائق هنا جوز الهند سيعمل على لأنه يتغلغل في المسامات وسوف ينظفها كذلك خميرة الحلويات البيكين باودر يفتح تلك البقعة الداكنة التي تكون في بشرة القدمين ويزيل حروق أو آثار الشمس نستمر هكذا حتى بالنسبة لمن لديها تشقق في القدمين نستمر بهذه الطريقة نركز على هذه المنطقة حتى إذا كانت هناك تشققات سوف تزول كذلك الخل من أقوى المكونات والسريعة التي تعطي نتائج في وقت سريع ووجيذ جدا جدا هكذا نستمر مدة عشرة دقائق ونحن نقوم بالفرق فرق القدمين جيدا حتى أسفل القدمين فقوموا بالفرق بهذه الطريقة بعد ذلك سنترك هذا المقشر على القدمين مدة عشرة دقائق ثم بعد ذلك سنقوم بغسلها بماء يكون فاتر ثم سنمر لتحضير الوصفة بالنسبة للماسك الذي سنستعمله وسوف يعطينا تبييض وتفتيح فوري للقدمين سنستخدم فيه أو سوف نستعمل بياض البيض أنا لدي هنا تقريبا كيميا من بياض البيض هذه الكيميا التي سوف تكفيني للقدمين ممكن أن تضع الوصفة كذلك كما قلت حتى لليدين لتبييضها ثم سنضيف هنا أيضا الحليب المجفف أو الحليب بودرة سنضيف تقريبا ملعقة لأنه مكون مبيض ممتاز وأيضا يعمل على تقشير البشرة سنضيف كذلك هنا النشا نشط دراء أو ما يسمى بالمايزينة ممكن أن تستخدموا سواء النشا الدراء أو نشا البطاطس أو حتى نشا الأرز أنا سأضيف هنا ملعقة من النشا هو مبيض ممتاز سنستعمل تقريبا مقدار ملعقة سنضع هنا ما يعادل تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين بهذا الشكل من النشا الدراء أو ما يسمى بالمايزينة والمكون الأخير الذي سنضيفه هو الآخر رائع ألا وهو القهوة سريعة الدوبان أي نوع قهوة متوفر لديكم أنا سأستعمل هنا النس كافي سأضيف ملعقة تقريبا تكون كبيرة من النس كافي وسنبدأ في خلط ودمج العناصر جيدا إلى غاية ما تتجانس ونتحفر على خليط متجانس نخلط جيدا الوصفة رائعة جدا مبيضة بامتياز وكذلك ستعمل على تقشير وإزالة الخلايا الميتة التي تكون على البشرة نخلط جيدا إلى غاية ما نقوم بتدويب القهوة هنا كذلك الحليب المجفف سوف يعطي ترطيب وتبييد وتفتيح موحد للون البشرة ومزيل كذلك للبقع نخلط جيدا بالنسبة لهذا الماسك ممكن أن تستخدموه كذلك حتى لبشرة الوجه لأنه مبيض بشرة الوجه كذلك القدمين ولكن نحن اليوم وفي فيديو اليوم إن شاء الله سنقوم بوضعه للقدمين لتبيضها إذن بعدما أصبحت لدينا هذه الخلطة بهذا الشكل سنمر الآن إلى وضع هذه الوصفة على القدمين كما ترون الآن سأقوم بتوزيع هذه الوصفة على كامل القدمين بهذه الطريقة بواسطة فرشات مكياج خذوا فرشة للمكياج وخصصوها دائما لفردي وتوزيع الماسكات أقوم الآن بوضع الوصفة على كامل القدمين ممكن كذلك أن تضعها حتى أسفل القدمين ركزوا جيدا على المناطق التي بها إسم رار كما نعلم نحن في فصل الصيف ونرتدي أحدية مكشوفة فنود أن تكون أقدامنا بيضاء ناصعة البيض وكذلك رتبة وأيضا لون موحد بدون تسبغات أو آثار حروق الشمس كما تلاحظون أوزعها بهذا الشكل بواسطة فرشات هكذا إلى غاية ما أقوم بتغطية كامل القدم كما قلت طبقوا الوصفة كذلك حتى على بشرة الوجه اليدين لأنها مبيضة بامتياز تعطي نتائج رائعة بهذا الشكل وسأتركها إلى غاية ما تجف حتى تلاحظون أنها جفت بعد ذلك سأقوم بتقشيرها إذن كما تلاحظون بعدما جفت لدي الوصفة أقوم الآن بتقشيرها على القدمين هكذا إلى غاية ما أقوم بإزالتها بشكل نهائي قوموا بالفرق جيدا أنا هنا تركتها يعني إلى غاية ما جفت بشكل أنتم لا تقوموا بتركها مدة طويلة لأنها سوف يكون صعب عليكم إزالتها أنا هنا قمت بتركها مدة طويلة هكذا أقوم بتقشير القدمين فبالمداومة على هذه الطريقة إن شاء الله وهذه الوصفة ستحصلون على أقدام بيضاء ناصعة البيض وكذلك بشرة ستكون رطبة لأنها سوف تزيل لكم أو تزيل الخلايا الميتة التي تكون على البشرة بشرة الأقدام وأيضا ستزيل أطار الشمس هكذا أستمر في التقشير إلى غاية ما أقوم بإزالة كل هذه الوصفة على كامل بشرة القدمين في الأخير خوضوا كريم وقوموا بدهن الأقدام لترطيبها إذن هكذا هذه هي وصفتنا لليوم وصفة سهلة وبمكونات بسيطة تجعل الأقدام بيضاء وكذلك رطبة أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالتقطع على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إذن نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر